ما الذي يجعل قوات الدعم السريح تعتقل؟ هذه قوات عسكرية وليست قوات شرطية هذا أولاً ما الذي يجعل قوات الدعم السريح محتقلات أصلاً؟ لماذا يكون لديها محتقلات هنا؟ كم قوات الدعم السريحة؟ حتى يتطلع تراخيص العمل بتاع الصحفيين أنا رجعت أنا أقول لك هذه حالة السيولة البلد لا معروف راسه وقعاره وقعه وقعه القصة جائطة جداً والموضوع إذا استمر كده زي ما ذكر ضيفك عبر الهاتف الآن نحن ما حنلق بالذاته عشان نضع فيها ركائز القانون لأن المواقيد بذاته هي مزألة مهمة إلا والآن الشارعنا وأطراف الشارع الآن امتلأت بلغب من هذه المزألة ووثقت في أن الحقوق والدفاع عن النفس والحفاظ على حق البقاء هذا ما بينال إلا بالذراع وإلا بالقوة الشخصية إذا المزألة التي تجزرت نحن الآن مثلا بيقول الصومة الآن الصومة المستقر وأفغانستان ماشا الاستقرار الآن هم اللي يضربوا بين الأمثال لأنه للأسف الشريطية ما الحالة بتاع تلاقب هذا الدين ربنا يتقبلوا ولا 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 حالة المرحوم عز الدين ربنا يتقبلوا ويكرم نزولهم هي الآن حالات إذا أنت برضو حاولت تتعمل بحث في إطار حالات القتل القتل الفوضوي في الشارع في السوق العربي في أسواق المدن الكبيرة في الأرياء في الطرق الكبيرة ستجد الإحصائية ضخمة جدا يعني يمكن للأغراض سياسية وظفت أو سلطت عليهم الأضواء هناك آخرين لا تسلط عليهم حتى هذه الأضواء هناك شعرات كنت تطبيقها المؤسسية هذه دولة القانون الآن عندكم تطبيقوا دولة القانون هذه فلا يمكن وبعد ذلك يفتكرون أن الحكومة هذه القضايا الجناية الحكومة لم تكن مسألة الحكومة هي أول المسألين والشركاء أصلاً هذا الشرطة تابع في نهاية للحكومة كل المسؤولية السياسية أول المسؤولية فيه المسؤولية الوضع السياسي أو القوة السياسية هي التي ترتب وضع المؤسسات ولا أسلح أن تنادي بمبادئ معينة وبعدين عندما ترسك في السلطة تقوم تتجاوز كل هذه المسؤولات يا أخي حافظ على الكام موجود الكام موجود الذي لقيته واصل عليه بنفس النصر حافظ عليه لا